عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين اجتماعها الأول واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام والمحددات الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 والتي من المقرر سياغتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء حيث من المقرر أن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية تنظيم مواد القانون التي تتعلق بضوابط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن وضوابط حصول المسن الأولى بالرعاية في حصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأمينية والإعفاءات الممنوحة للمسنين بالعديد من الوزرات والهيئات في إطار الرعاية المقدمة لهم